بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع لكتور 6 المحاضرة رقم 6 في كتاب How the immune system works وأنا نتكلم دلوقتي عن The cell at work الفكرة هنا أنه بيقول لنا جهاز المناعة بتاعنا ده عامل زي الجيش في خط دفاع أولاني اللي هو المناعة الفطرية خط دفاع سريع ده اللي بيحارب أي حاجة غريبة تدخل الجسم يواجهها في الأول عشان المناعة تكون أقوى في خط دفاع تاني اسمه adaptive immune system أو المناعة المكتسبة ده بقى متخصص أكتر وبيتعلم إزاي يحارب كل نوع عدوى الوحدة المناعة الفطرية هي هي اللي بتعرف وتعلم المناعة المكتسبة اللي هي الادابتة immune system تعمل إيه بالظبط وتقول لها تستخدم سلاح إيه ضد كل غزو يعني مثلا تقول لها الفيروس ده عايز خلايا تي المساعدة عشان تفرز سايتوكينات معينة وساعتها خلايا تي المساعدة دي بتكون زي القائد اللي يوجه الجيش ويقول له يحارب إزاي في برضو خلايا تي القاتلة التي كيلر سل التي كيلر سل ودي بتكون متخصصة في القضاء على الخلايا المصابة والميكروبات اللي جواه في الجزء التاني بانه الانترو داكشن يقول لنا إيه إنه لما الخلايا التائية المساعدة التي كيلر سل وكذلك الخلايا التائية القاتلة التي كيلر سل لما بيحصل لها اكتيفيشن بتتحول إلى خلايا اسمها الـ Efector Cells الجماعة بتوع المناعة يسموها كده Efector Cells أي الخلايا الفاعلة أو المؤثرة الخلايا الـ Efector Cells دي وظفتها إيه؟ بالنسبة للخلايا الـ Efector Cells القاتلة اللي هي الـ Cyto-Toxic T-Cell أو التي كيلر سل وظفتها من اسمها قتل أي خلية مصابة بفيروس أو بكتيري أما الخلايا المؤثرة الـ Helper اللي هي الخلايا التائية المساعدة بعد ما يحصل لها اكتيفيشن وتصبح Efector Helper Cell فلها وظيفتين مهمين الوظيفة الأولى بتأديها من خلال الليمفنود من خلال تواجدها في الليمفنود العقد الليمفوي بتحاول تساعد الخلايا البائية البي سالس والخلايا التائية القاتلة في مواجهة المايكروبات اللي شغالين عليه لكن لها وظيفة تانية لما بتخرج وتروح الأنسجة اللي فيها الحرب بقى ما بين المايكروبس وما بين خلايا المناعة النيت اميون سيستم او المناعة الفطرية وبعض الخلايا المكتسبة فتساعد في هذا المكان يبقى لها مكانين بتشتغل فيهم في الأساس في الليمفنود في العقد الليمفوي عشان تساعد البي سيل والتيكيلر سيل لكن لها كمان طرق مساعدة للخلايا النيت في التشوز في مكان الإصابة نفسه ده في الليمفنود وبتروح لمكان الإصابة نفسه عشان تساعد النيت والأدابتف اميون سيستم الهيلبر تيسيل دي الوظيفة الرئيسية للهيلبر تيسيل أو بمعنى آخر الطريقة اللي بتشتغل بيها الهيلبر تيسيل الخلايا التائية المساعدة أو الهيلبر تيسيل دي ممكن نشوفها كده كأنها عارفين تصانع الألعاب في كورة القدم الناس تفهم كورة القدم يقولك اللاعب صانع الألعاب هو اللي بيوزع اللعب هو المايسترو بتاع اللعب في الملعب هو اللي بيحرك كل زميله فخلية المناعة التائية التي هي البرسيل بتنتج حاجات اسمها السيتوكينات عشان تتواصل مع باقي الخلايا المناعية زي ما المايسترو في الملعب أو الكابتن في الملعب ده بيشغل زميله وتواصل معهم إلعب يا فلان إلعب ليزميلك اللي هناك اعمل هنا وهو في وسطهم ويلعب معهم فبتلعب معهم في عملية الدفاع والمدافع عن الجسم ولكن بتوجه غيرها وترشده عن طريق السيتوكاينز فكأن السيتوكاينز هي الرسائل اللي بترسلها للآخرين هي طريقة الكلام بتاعتها مع باقي الخلايا من أمثلة السيتوكاينز اللي بتفرزها الهيلبر تي سيل عندنا تيومر نيكروزيس فاكتور اللي اسمه TNF تيومر نيكروزيس فاكتور والإنترفيرون جاما والإنترلوكين فور وفايف وسكس وتن والإنترلوكين سيفنتين والإنترلوكين توينتيون التهي البرسل ما بتيجي تفرز مش بتفرز نوع واحد وخلاص لا هي بتفرز مجموعة كده من السيتوكاينز ومش كل خلية تائية بتنتج كل الأنواع دي مع بعض لا كل خلية بتنتج مجموعة معينة من السيتوكينات مناسبة لنوع العدوى اللي بتواجهها نسميهم والعلماء في المناعة درسوا الموضوع ده واستطاعوا يميزوا من هذه المجموعات المجموعة اللي هي التهي البر وان والتيهي البر تو والتيهي البر سيفنتين التهي البر وان بتفرز من السيتوكاينز معينة والتيهي البر تو بتفرز تانية والتيهي البر سيفنتين بتفرز مجموعة تالتة لكن هو السؤال هل كل خلايا المناعة التائية هل دولة هم كل المجموعات اللي بتفرز سايتوكاينز لا عندنا غيرهم في مجموعات تانية دي اللي تحدد لحد دلوقتي تلات أنواع رئيسية لكن ده مش معنى ان ما فيش غير التلات مجموعات دي في الحقيقة في خلايا تائية بتنتج مجموعات من السايتوكينات المختلفة عن التلاتة دول بس يعني التقسيم اللي معنا دلوقتي واحد واثنين وسبعتاشر هيفيدنا نفهم ازاي الخلايا دي تشتغل بالنسبة لهدفنا دلوقتي كمان عندنا العلماء اكتشفوا ان في خلايا تانية بتفرز أنواع تانية لا تنتسب له مناسبة للسبسب بتاعة هيلبر 1 ولا 2 ولا 17 كمان في نوع تاني من خلايا المناعة التائية اصلا بتفرز سايتوكاينز مش تنشط لا ده صبرس الاميون رسبونس يعني تهدي الاميون رسبونس تكبح جهاز المناعة علشان ما يعملش استجابة مفرطة وده اللي هيكون جزء خاص به ان شاء الله بعد كده دلوقتي هنتكلم عن الدندريتك سيل اس كوتش اوف دي اميون سيستم تي طيب احنا عارفين انه عشان الخلية الهيلبر تي سيل تقدر تقرر وتختار السايتوكاينز المناسبة لازم يكون عندها معلومات كافية اللي هي السايتوكاين فاكتورز فاكلين هي السايتوكاين فاكتورز علشان هي تقول هتنتج انهي نوع من المجموعات السابسيد بتاعت السايتوكاينز لازم عشان تحدد انهي نوع يبال لازم عندها معلومات كافية بناءا عليه تحدد انهي نوع المعلومات دي لازم تعرف التايب في انفيدر لازم تعرف اين نوع العدو اللي بيحاربه جهاز المناع هل هو فيروس باكتيريا توفايلي الاخيره المعلومات التانية ان هي لازم تعرف مكانه where in the body لازم تعرف مكان العدو ده فين في الجسم هل هو في الجهاز التنفسي في الجهاز الهضمي ولا في صبع دجل الكبير فين يعني المشكلة بقى ان الفيرجن هيلبر تي سيل الخلية التاقية النايف في الفيرجن ما تقدرش توصل للمعلومات دي بنفسها لانها بتكون مشغولة بان يعملها تلف في الدم وفي الجهاز اللينفاوي بتدور على الكوغنيت انتجن بتاعه مين بقى اللي يقدر يقدر يقدلها الوظيفة دي مين اللي يقدر يقدم لها المعلومات دي ويوصل هذه المعلومات للخلايا التاقية المساعدة اللي يقدر يعمل الكلام ده هي الدندريتيك سيل الدندريتيك سيل في الحقيقة ان الخلايا الدندريتيك سيل دي هي مش مجرد انها تفعل الخلايا التاقية المساعدة والخلايا التاقية القاتلة لا ده دي الكوتش يعني ايه الكوتش هي قائد العملي هي المدرب هي الموجه هي العقل المدبر لجهاز المناعة هي اللي بتحل او بتحلل المعلومات وبتحط خطة الهجوم يبقى دي اول معلومة عرفناها مين اللي هتوفر المعلومات عن نوع الميكروب اللي دخل وعن مكانه هي الدندريتيك سيل هتوصل التجمع المعلومات دي وتوصلها للتي سيل اللي هي التي هيلبر في الاساس يبقى الدندريتيك سيل ايه المعلومات اللي بتعتمد عليها هذه الخلية اللي هي الدندريتيك سيل في وضع خطة الهجوم ايه المعلومات اللي بتعتمد عليها بتجيب معلومات منين هتجمع المعلومات دي ازاي بتجمعها زي ما قلنا قبل كده اول حاجة من خلال البترن ريجيجنيشن ريسبتور مش هي واحدة من خلال النيت اميون سيلز اللي عندها البي ار ار اس اللي البترن ريجيجنيشن ريسبتور اللي بتقدر تتعرف بيها على بعض انواع المستقبلات زي الطول لايك ريسبتور والكلام ده اللي موجودة على الميكروب وانواع الميكروبات المختلفة فعندنا مثلا التي الار فور ده واحد من الطول لايك ريسبتور اللي بيتعرف على اللي بوبوليساكورايد اللي هو جزء موجود في الغشاء الخلوي الخارجي للبكتيريا الجروم نيجاتيف لو فاكرين كمان بيقدر يكتشف بروتينات معينة بتنتجها بعض الفيروسات ده مين ده تي الار فور عندنا كمان تي الار ثري ده بيتعرف على الار ان اي الحمض النووي الريبوزي المزدوج الشريط اللي هو دابلستراند ار ان اي اللي بتنتجه بعض انواع الفيروسات عندنا كمان التي الار تو ده بيتعرف على بروتينات مميزة للبكتيريا مجابة الجرام يبال فور بتعرف على اللي بوبوليساكورايد اللي على الجرام نيجاتيف بكتيريا والتي الار تو بيتعرف على بروتينات موجودة على الجرام بوزيتف بكتيريا والتي الار ثري بتخصص اكتر في الفيروسات علشان بيشوف الدابلستراند ار ان اي عندنا كمان التي الار ناين ده بيتعرف على بيكون مميز لبعض أنواع البكتيريا فبالتالي لما يشوفه هيعرف أن دي النوع ده من البكتيريا فبالتالي يوصل المعلومة دي مين لاتهي البرسل وطبعا في أنواع تانية من المستقبلات وكل نوع من الخلايا المقدمة لالانتجن بريزينتينج سل زي الخلايا دندريتك سل والماكروفيد والبيليمفوسايت بما عندها مجموعة معينة من المستقبلات اللي بتقدر تتعرف بيها على الأنماط المختلفة طبعا لما تكلم عن الانتجن بريزينتينج سل اللي عندها تي إيلاريس يبقى الدندريتك والماكروفيد بس عجب ما الله باتش لأن الدندريتك والماكروفيد هما الاثنين إنيت إيميون سل يعني عندهم تي إيلاريس طبعا البيليمفوسايت لو فاكرين كان عندها حاجات كده بالسفك ريسبتورز خاصة بيها يبقى أول طريقة بتجمع بها الدندريتك سل والمعلومات هي عن طريق الله عليكم البتر ريجيجنيشن ريسبتور وتكلمنا عن تي إيلار 2 و 3 و 4 و 9 الطريقة التانية اللي هتجمع بيها الدندريتك سل المعلومات وتوصلها المين لتيهي البرسل الطريقة نحن دلوقتي في نوطة كيف تجمع المعلومات فالطريقة التانية اللي بتجمع بيها المعلومات عن طريق السايتوكاينز عندها مستقبلات سايتوكاينز ريسبتور موجودة على سطحه تمام واتفقنا إن كل عامل ممرض أو كل مايكروب بيحفز إنتاج أنواع معينة من السايتوكينات أثناء العدو فالخلية الدندريتك سل تقدر تتعرف على نوع المرض من خلال أنواع السايتوكاينز اللي تم إفرز وبكده بتقدر الخلية الدندريتك سل تجمع معلومات عن نوع المرض أو نوع الممرض عن نوع المايكروب ومكان وجوده وبناء عليه هتختار أفضل الأسلحة لمواجهة الخطر وتدلغ من إتهي البرسل إبا الدندريتك سل أفضل أفضل الأسلحة نجي للنقطة اللي بعد كده ازاي بقى بتوصل المعلومات دي للتيهل برسل او توصل الخطة اللي هي وضعتها بناءا على المعلومات للتيهل برسل اول حاجة من خلال حاجة اسمها الكوستيمولاتري مولوكيولز من خلال ايه الكوستيمولاتري مولوكيولز دي موجودة على سطح مين على سطحها هي على السيرفز بتاع الاكتيبيت دي مولوكيولز من اشهر الكوستيمولاتري مولوكيولز سمعنا عنها قبل جده كاتمين البي سيفن اللي بتدفع المعامين مع سي 28 و سي 28 موجودة على سطح مين على سطح التيهل برسل ايو الناس تفتقر معها المعلومات كده والطريقة التانية من خلال انها هي نفسها بتنتج ايه سيتوكاينز مش هي نفسها بتنتج سيتوكاينز فمن خلال السيتوكاينز يبقى استلمت معلومة بالسيتوكاينز وتبلغها بالسيتوكاينز والسلمت معلومة بالريسبتور اللي هو الطول لايك رسبتورز أو الباتر جليشة رسبتورز وتوصل المعلومة بالكوستيمولاتري مولوكيولز زي البي سيفن للتيهل برسل يبقى الخلاصة في كل الفقرة دي عايزي نقول ان الدندريتكسل هي البرين هي العقل المدبر في الجهاز المناعي هي اللي بتجمع المعلومات وهي اللي بتتخذ القرار وتحط الخطة تضع الخطة وبعدين تبلغها المين للتيهل برسل فتستحق ان نطلق عليها ايه الكوتش اوف دي اميون سيست نيجل نتكلم دلوقتي بقى عن تيهل برون تيسل نحن نقولنا فيه صبصة حسب الواع سيتوكاينز اللي بتفرز تيهل برون تيسل دي وقصتها ايه تخال معاك ده او تخالي معايا ان فيه جرح فيه ايد شخص ما ملاش في ايدك والجرح ده دخلت منه بكتيريا الى جسم هذا الشخص او دخل الفيروس والفيروس بدأ يستنسخ نفسه جوه خلال جسم اول حاجة هتحصل انه اللي هيحصل في الاول في البداية الدندوريتيك سيلز اللي عايشة في النسيج ده هتستشعر الخطر عن طريق مستقبلاتها اللي بتتعرف على اماط معينة من مسببات الامراض باستخدام الباترن ريجنيشن ريسبتور وعن طريق السيتوكاينز الى اخيره طيب وبعدين الاشارات اللي هتوصل للدندوريتيك سيل هتعمل ايه هتنشط الدندوريتيك سيل وخلاص بقى تصبح كأنها خدت البصمة او خدت المعلومات الكافية عن نوع العدوى فيروسية بكتيرية الى اخره ومكانه لكن تفاصيل العملية نفسها لسه مش واضحة او بس النتيجة المهمة انها لما الخلية الدندوريتيك سيل دي هتسيب مكان الالتهاب هتروح على اقرب عقدة لينفاوية وهتبدأ تفرز مادة كيميائية اسمها الانترلوكين 12 هتبدأ هي نفسها الدندوريتيك سيل الاكتف دي اللي عرفت انه فيه مصيبة فيه مشكلة فيه هجوم وتحركت من المكان بعدما حصل لها اكتيفيشن باستخدام زي ما هونا الكتيفيشن حصل ازاي وبعدين تبدأ هي نفسها في اللينفنود اللي توصلها تبدأ تفرز الانترلوكين 12 طيب الانترلوكين 12 اللي تم افرازه ده هيعملي هيبدأ هو ليه دور في تنشيط الخلايا التائية المساعدة تي هيلبر سيل تي هيلبر وان فلما الخلية الدندوريتيك سيل تقابل خلية تائية مساعدة دي الفرجن تي هيلبر سيل في اللينفنود هتعرض عليها المستضد يبقى دا الدندوريتيك سيل الاكتف وعليها الانتجن محمل على الامي اتش سي كلاس 2 وتعرض الانتجن للتي هيلبر سيل اللي قبلتها فين في اللينفنود في العقدة في نفس الوقت هي نفسها عمالة تفرز ايه عمالة تفرز الانترلوكين 12 هو ده عبارة عن التعليمات اللي هيك انها بتكلم بقى تي هيلبر بتدها الانتجن هوات وبتكلمها تفاهمها فبتبعت لها الرسالة بالسيتوكاين اللي هو الانترلوكين 12 اللي معان يميل وده اللي هيحول الفيرجن تي سيل الى تي هيلبر 1 كمان عندنا حاجة اسمها التيومر نيكروزيس فاكتور ده بقى هيخرج من التي هيلبر سيل الناشطة دي اللي ناشطت دي علشان يروح يناشط من الماكروفيج خلال بلعامية الماكروفيج والخلال القاتلة الناتشرال كيلر سيل يبقى التيومر نيكروزيس فاكتور هي ناشط الماكروفيج والتيومر نيكروزيس والخلية الناتشرال كيلر سيل كمان الخلية التائية اللي بدأت تنشط هتبدأ تخرج الانترفيرون جام والانترفيرون جام ده يروح يعمل ايه هيروح هو كمان ينشط الخلال بلعامية اللي هي الماكروفيج ويخليها نشطة فترة أطول عشان تقدر تقضي على مسببات الأمراض وكمان هيروح يساعد البي ليمفوسايد عشان تنتج أنواع معينة من الأجسام المضادة اسمها الـ IGG3 اللي هيكون فعال جدا في عملية الـ Opsonization عشان يحضر الميكروب لعملية البلعامة الفجوسيتوزيس جميل كمان الخلية التائية دي اللي نشطت هتطلع كمان الـ Interleukin 2 وده يساعد على تكاثر التيهل بر نفسها هيطلع ويرجع تاني يشتغل عليه عشان يخليها يصلىها بورولي فريش ويزيد أعدادها وكمان هينشط السيتوتوكسيك تي سيل اللي هي الـ Killer T-Cell وكمان الـ Natural Killer Cell ينشط ثلاثة بنشط نفسها وينشط معها أختها الـ Killer T-Cell وينشط معها أختهم من الولادة الـ Natural Killer Cell وبنت عموهم في الفانكشن وده هيزود من عدد خلايا المناعة اللي بيتحارب العدوى يبقى الـ Dendritic Cell نشطت طلع منها الـ Interleukin 12 وودت الأنتجين أظهرته ليه اتهي الـ Bar Cell نشط اتهي الـ Bar Cell وهي اتطلع تيومان نكروز فاكتور والـ Interferon Gama والـ Interleukin 2 وكل واحد منهم بدأ ينشط ويساعد في تنشيط خلايا مناعية أخرى ليه مجموعة السيتوتوكين دي تحديدا ليه تيومان نكروز فاكتور والـ Interferon Gama والـ Interleukin 2 والـ Interleukin 12 ببساطة لأنهم بيعملوا مع بعض زي الفرقة المتكاملة اللي تدر تحارب البكتيريا والفيروسات بشكل فعال عن طريق انه يتنشط الخلايا المناعية زي ما قلنا الماكروفيج والـ Natural Killer Cell والـ Killer T Cell وحتى تهي الـ Bar Cell نفسها وغيره مساعدة الخلايا الباقية ما احنا قلنا بتساعد الـ B-Lymphocyte عشان تنتج أجسام مضادة فعالة اللي هي منوع الـ HG3 وهيزود عدد خلايا المناع نفسها اللي بتحارب العدوى وهي دي القصة اللي موجودة عندنا في هذه الفقرة اللي بتكلم عن الـ T-Hilber 1 سيطوكاينز Perfect Package To Help Defend Agnesed Viral أو Bacterial Attack Indotation خلبي من الـ Viral والبكتيريا الأتاك في الأنسجة في التشوز عن طريق هذه السيطوكاينز بتنشط عدد من الـ Innate Immune Cells الماكروفيج والـ Natural Killer Cell وحتى من خلال Adaptive اللي هو الـ B-Lymphocyte وحتى الـ T-Hilber 1 نفسها ننتقل دلوقتي للـ T-Hilber 2 T-Cell نتخيل كده انه فيه واحدة من الـ Brasite اللي هي طفليات الديدان والكلام ده دخلت جسم شخص ايه اللي هيحصل من منظور المناعة في الحقيقة انه هتحصل معركة كبيرة ما بين جهاز المناعة وما بين هذا الطفلي اللي دخل الجسم وفي الغالب طبعا بتكلم عن الطفليات بتدخل عن طريق مساء الأمعاء هنفترض تصورنا كده اندخلت مع الأكل مساء ففي الأنسجة اللي بتبطن الأمعاء موجود عندنا الديندريتكسل هتبدأ تواجه هذا الطفلي اللي دخل وتاخد منه عينات كده وتبدأ تسافر لأقرب غدة لينفوية نيربي لينفينوت في الغدد اللينفوية الديندريتكسل هتقابل كتير من الهيلبر تي سل اللي عليها مستقبلات تي سل ريسيبتور مناسبة تقدر تتعرف على مولدات ضد اللي بنسميها الأنتجنز اللي موجودة على هذا الأنتجن اللي جاي على الديندريتكسل فأصبح عندنا الديندريتكسل تعاملت مع البرسايت أو الطوفيلي أخدت منه عينا ودتها للتيهي البرسل في اللينفينوت والتي سل ريسيبتور اللي على التي سل ريجوجنيز اتعرفت على هذا البرسايت عن طريق التعامل اللي هيحصل زي ما وقلنا أو التفاعل بين الديندريتكسل المحملة بالأنتجن وبين التيهي البرسل اللي هتستقبلها ويبدأ التعرف من خلال التي سل ريسيبتور هتعرف على الأنتجن اللي موجودة على الامي اتش سي كلاس تو اللي موجودة على الديندريتكسل اللي هي واحدة من الأنتجن بريزينتنج زي ما احنا عارفين المقابلة اللي حصل الدي مهمة جدا لأنها بتعمل على برمجة الخلايا التائية التيهي البرسل علشان تتحول للنوع اللي احنا سمنا بقى تيهي البر تو اللي بنتكلم عنه دلوقتي وبالتالي تفرز مجموعة معينة من السيتو كاينز مش احنا قلنا اصلا تأسيم التيهي البر 1 و 2 17 مبنية على السبس على السبس سيتو كاينز اللي تفرزها فالديندريتكسل اللي جايبة براسايت التيهي البر اللي هتقابلها هتتحول او هتفرز مجموعة السيتو كاينز الخاصة بمجموعة التيهي البر 2 فتفرز هزي المجموعة اللي ومن بقى الانترلوكين 4 و 5 و 13 ده اللي قدامنا دلوقتي ممتاز لحد هنا فاهمين القصة لحد هنا هتسألني بقى اش معنى يا دكتور اللي 4 و 5 و 13 بالذات هنقول لك علشان ننزل بقى كده ونقرؤ الكلام اللي موجود او نطلع عليه سريعا عشان اول واحدة الانترلوكين 4 الانترلوكين 4 ده عبارة عن جروث فاكتور او عامل نمو جروث فاكتور بيساعد على زيادة عدد الخلايا اللينفوية من نوع T-Hilber 2 من T-Hilber cell يبقى stimulate the proliferation of HILBER T-cell دي رقم واحد بانترلوكين 4 هيزود نمو الخلايا T-Hilber cell لانه عامل نمو زي ما T-Hilber 1 لها عوامل نمو وخاصة بيها T-Hilber 2 لها عوامل نمو وخاصة بيها ولو جلنا في MSQ من هو T-Hilber 2 هنقول مين ونقول الانترلوكين 4 مش بس كده الانترلوكين 4 ده بتساعد كمان الخلايا البيسل بتساعد الخلايا البيسل عشان تنتج الأجسام المضادة من نوع l-IGE تاعت الحساسية وده سلاح قوي جدا ضد البراصايد يبقى بحالات البراصايد محتاجين l-IGE طب هيجي من مين منين l-IGE هيجي من البيسل طب مين اللي يعرف البيسل ان هي مهم ان هي تشتغل وطنع ال-IGE برضو الانترلوكين 4 نيجي بقى الانترلوكين 5 خذنا زود حجم الصفحة شوية عشان تبقى الكتابة أوضح ونتحرك جهة اليمين جميل كده نيجي بقى الانترلوكين 5 ده برضو عامل نمو يعني growth factor بيشجع الخلايا الباقية البيسل على انتاج الأجسام المضادة من نوع l-IGA خلي بالكم الانترلوكين 4 كان بيخلاها تنتج l-IGE الانترلوكين 5 بيخلاها تنتج l-IGA ودي مهمة جدا عشان تحارب البكتيريا الضرة اللي بتدخل الجسم عن طريق جاز الهضم إذا لو MSQ يسألنا اللي دخل براسايت في براسايت دخل دودة وورم وكلام من ده المين براسايت هو اللي دخل الجسم المين النوع المين وقلوب اللي هيفرز ومين اللي هيفرز وليه هيفرز هنقول اللي هيفرز هو l-IGE بسبب تأثير الانترلوكين 4 على البيسل لكن لو بكتيريا اللي لا يحصل الانترلوكين 5 هيخلي البيسل تفرز الامينو جلوبيلين A ال-IGE حلوة كده لحد هنا سهلة طيب تأقل اللي بعدها الانترلوكين 13 ده بيساعد على إفراز المخاطف الأمعاء اللي هو الميوكس يباستيميوليت البروداكشن الميوكس in the intestine الميوكس ده عامل مهم جدا عشان يمنع البرسايت أو البكتيريا أو الميكروب اللي دخل منه يخترق جدار الأمعاء ويدخل الجسم فيمنع الانتصايد البرسايت أو الباتوجينيك بكتيريا from reaching الانتستاني البرير breaching and entering the tissues وبالتالي يا جماعة ال-Tihel-Bart2 cytokines profile just the ticket if you need to defend against البرسايت يبا امتى السؤال اللي بس يكون مهم بقى امتى بتفعل ال-Tihel-Bart2 cytokine امتى بيفعل افراز هذا النوع من cytokines اللي يتيه البرتو اللي interleukin 405 و13 في حالات البرسايت يعني هو فيه براسايت هو لدخل الجسم اللي احنا نقول الديدان والكلام ده اللي هي توفايليات او بعض نوع الباثوجينيك بكتيريا اللي دخلت عن طريق digestive tract دخلت عن طريق الجهاز الهضمي غالبا لان بدأنا القصة من بدأنا القصة دلوقتي من مايكروب دخل عن طريق جهاز الهضمي وقابلته الدندوريتكسل اللي فيه الانسجة المحيطة بالامعال يبقى السيتوكاينز بتاعة التيهيلبر 2 مهمة جدا في حماية الجسم الديدان والبكتيريا تخل الجهاز عن طريق بتخل الجسم عن طريق الجهاز الهضمي فيه نقطة هنا في غاية الاهمية مهمة جدا معانا ايه هي احنا هنلاحظ ان الانتر لوكين فور اللي بتساعد الخلايا التائية تي سالز عشان تتحول لتيهيلبر 2 مش بتيجي من الخلايا الديندريتك سالز زي ما كنا فاكرين طبعا اول ما الخلايا تي سال تتحول لتيهيلبر هتلاقي الانتر لوكين فور كتير حواليه لانها هي اللي بتفرز بس لحد الوقت ما حد عارف ايه المصدر الاساس الانتر لوكين فور اللي بيخلي تي سال تتحول لتيهيلبر 2 اصلا لكن لو وصلنا على الصور وركزنا هنلاحظ ان مين اللي بتفرز الانتر لوكين فور التيهيلبر 2 وقلنا ان الانتر لوكين فور ده بيساعد التيهيلبر تتحول لتيهيلبر 2 تاخد البروفايل بتاع التيهيلبر 2 طيب الانتر لوكين فور اللي جاء في الاول اللي ضغط على زر البداية جاي منين محدش عارف طيب بالنسبة بقى لتيهيلبر 17 subset of cytokines او تيهيلبر 17 هيلبر T طيب ايه قصتها هي بقى تيهيلبر 17 دي هي اولا مكتشفة من فترة قريبة فمعرفتنا بيها قليلة شوي عن تيهيلبر 1 والتيهيلبر 2 طيب ليه معرفتنا بيها اقل علشان وظفتها او جزء كبير منها هو الدفاع اجينست الفنجاي ضد الفطريات وانتو عارفين ان دراسة مناعة الجسم ضد الفطريات مش بنفس قوة دراسيتها ضد البكتيريا والبايوليسات او البراساين طيب ايه اللي احنا عرفنا لحد دلوقتي عن خلاة تيهيلبر 17 اول حاجة هي التنشيط لما الفنجاي انا بس المعلومة الاساسية اللي عايز عرفزوها هنا انو تيهيلبر 17 شغلها على مين على الفنجاي دي اهم كلمة تحفزوها ولي يسي الاساس يكون على الحيطة دي لشان ده اللي بيفرقها في الاساس بينها وبين غيرها فلما الفطريات زي عدوى الخميرة مثلا عنده اسمها الواجين يست انفكشن او بعض انواع البكتيريا الخارجية اللي مش بتدخل جوه الخلايا يعني بكتيريا بتصيب ما بين الخلايا وبعضها متخلش انتراسيلولر لما حاجة من انواع دي من المايكروبات دي تدخل الجسم وتصيب مكان في خلايا دندريتكسل برضو القصى الخلايا برضو دي هتاخد هذا المايكروب وتاخد منه أجزاء وتسافر بها هتروح لمين لأقرب لينفنود موجودة حواليه أثناء الرحلة دي وهي مسافرة راحة لينفنود هتنتج مادتين مهمين جدا أثناء رحلة السفر إلى لينفنود حدث مها الت جي اف بيتا اند انتر لوكن سيكس المادة تندولة مع جزيئات تانية بتساعد في تنشيط نوعه جديد من خلايا تي اللي هي تي هيلبر سيفنتين يبقى كيف تنشط تي هيلبر سيفنتين لما يكون فيه هجوم فطري فانجاي أو بعض نوع البكتيريا والدندوريتكسل تاخد هذا الجزيء وتسافر به إلى تي هيلبر سيل تتفاعل معها وتخليها تبدأ تفرز أنواع السايتوكاينز الخاصة بالهجوم الفطري اللي هم الانتر لوكن سيفنتين والتي جي اف بيتا خلايا تي هيلبر سيفنتين نفسها بتنتج مجموعة من السايتوكينات اللي هم الانتر لوكن سيفنتين والانتر لوكن توينتي وان واحد وعشرين يبصورة بطح تندريتيكسل خلاص اتعاملت مع الفانجوس أو مع البكتيريا وهتسافر سافرة راحت لي التي هيلبر سيل وهي مشه في الطريقة من لتفرز التي جي اف بيتا والانتر لوكن سيكس اللي وصل التي هيلبر سيل وحولوها التي هيلبر سيفنتين اللي تبدأ تفرز الانتر لوكن للاي نوع انها تتحول للتي هيلبر سيفنتين وده يزود عدد الخلايا المتخصصة في محاربة الفطريات اما الانتر لوكن سيفنتين سبعة فده أهم سايتوكاين بتنتجه خلات هيلبر 17 ووظفتها أنها بتجزب عدد كبير من الخلايا المتعدلة لمنطقة العدوى عشان تساعد في التخلص من الفطريات والبكتيريا الخارجية اللي خلات هيلبر 1 وتي هيلبر 2 مش قادرة تقضي عليها بكفاء فهي اسمها تي هيلبر 17 وتنتج الانترلوكن 17 اللي تن نفس الرقم وهو مهم جدا في مواجهة أجينست الباثوجينز اللي التهيلبر 1 وتي هيلبر 2 غير مؤثرة لا تتعامل معه لأنها بتعاملش أصلا مع الفطريات اللي هي الانترلوكن 1 والانترلوكن 2 مش بس كده الانترلوكن 17 والانترلوكن 21 بيساعدوا خلايا البيسل خلايا البيسل في أن هي تنتج أنواع من الأجسام المضادة اللي تقدر تتعامل مع الفطريات والبكتيريا زي ما كنا بتكلمناك عن الانترلوكن عن الاي جي اي والاي جي اي هنا بقى بتنتج أنواع تانية وبيتأغلبها طبعا ممكن من الاي جي جي إن هي تقدر تتعامل مع الفطريات والبكتيريا عشان تسهل عملية التهمها من خلال خلايا جهاز المناع أنا عارفين أحد أهم وظائف المينجلوبلين أو الأجسام المضادة هي الاوبسونيزيشن تعلم المايكروبات دي علشان تقدر خلايا المناع البلعمية تتعامل معها وتبلعها وتدمرها جميل جدا من الأدلة اللي العلماء سددلوا بها على أهمية التهيلبر 17 إنه ملاحظوا إن الناس اللي عندهم مشكلة ورثية بتمنع إنتاج الانترلوكن 17 بيصابوا بعادوة فطرية جديدة زي عدوة فطر المبيضات البيضة معين خلايا تهيلبر 17 تشغالك وويس عنده فده اللي أكد إن فيه حاجة اسمها تهيلبر 17 وإن هي مهمة وسايتوكانز بتاعتها مهمة في مواجهة الفطريات ليه؟ لأن الناس اللي عندهم مشاكل في هذا النوع من تهيلبر 17 عندهم انتشار للإصابات أو معدل إصابة كبير بالأمراض الفطرية فالنقطة المهمة اللي عايزين نعرفها هي تهيلبر 17 بتشتغل على مين؟ على الفطريات التهيلبر 2 بتشتغل على مين؟ على البرسايت في المقام الأول طبع ممكن بكتروا حاجات تانية بس في المقام الأول أهم حاجة مين؟ في التو البرسايت في السبنتين هي الفطريات أو الفانجار نيجي بقى لحاجة اسمها التهيلبر 0 أو التهيلبر O هيلبر تيسل إيه قصتها دي؟ احنا تكلمنا عن ال 1 والتو والسبنتين لكن إيه الزيرو أو الأو دي؟ دي بتبقى زي وراء أبيضة فاضي لما بتفعل لأول مرة بتبدأ إن هي تفرز سايتوكاينز مناسبة للوضعية اللي هي موجودة فيها فهي مارنة في الشغل بتاعها يعني تعالوا نتصور من الديندريتك سل وهي اللي بتحدد مكان الإصابة ومكان خلايا التهيلبر O أو التهيلبر 0 هي مش بتقول لها تعمل إيه لكن هي مجرد بس عرفتها مكان الإصابة فإلا هيحصل التهيلبر 0 توصل الباتل السينة وتوصل مكان الإصابة لو إن العدوى بكتيري وفيه انتر لوكن كتير موجود في المكان ده من نوع 12 انتر لوكن 12 مين اللي بتفرز كتير انتر لوكن 12 في اللي درسناه الله عليكم التهيلبر 1 هنا تفهم التهيلبر O إن العدوى بكتيري وإن التهيلبر 1 أو مجموعة السيتوكاينز بتاعة التهيلبر 1 هي المطلوبة فتبدأ هي نفسها تفرز كتير من السيتوكاينز بتاعة التهيلبر 1 طب لو وصلت في مكان فيه إصابة باراسايت مثلا فهتبدأ إيه تبدأ تطلع أو تفهم إن الإصابة باراسايت باراسايتك انفكشن طب فهمتها منين هتفهمها عن طريق أن هي بتشوف الحاجات المفرزة في المكان اللي موجود فيه اللي هو مثلا الانتر لوكين سيكس والتي جي إف بيتا وبالتالي تبدأ هي نفسها تتفاعل على إنها تي هيلبر سيفينتي طب لو لقيت المكان فيه انتر لوكين فور كتير هتتحول لتي هيلبر 2 أو تفرز نفس الإفرازات السيتوكاينز اللي بتفرزها التي هيلبر 2 فهي خلية مرنة بتعتمد على أنها وصلت مكان الإصابة هتشوف إيه اللي موجود وتبدأ تفرزه لات اللي موجود ده إصابة بكتيرية والتي هيلبر 1 هي اللي شغالة وعملها تفرز انترفيرون جامعة هي تقوم دخل معها في القصة وتبدأ هنا في ساتحول لتي هيلبر 1 وتبدأ تفرز انترفيرون جامعة 17 تتحول لـ 17 1 تتحول لـ 1 وهكذا تمام فتي هيلبر 0 can become تي هيلبر 2 تي هيلبر 17 subset أو تي هيلبر 1 according الانفكشن اللي موجودة أو نوع المايكروب ونوع التعامل اللي موجود في بيئة الإصابة يبقى بتحول بإيه converted by cytokine environment at the scene of the battle to become تي هيلبر 1 أو تي هيلبر 2 أو تي هيلبر 17 حسب نوع الإصابة اللي موجود